فيما يتعلق باب بلاتينيوم فهم كانوا أقالوا المدير الفن السابق نورمان وتم تعين الهولندي هندريك ديونج وهذا الهندريك سيقود فريق بلاتينيوم لأول مرة أمام النادي الأهل يعني أول مباراة له المباراة اللي فاتت كان بيقودها المساعد اللي رجع لموقعه مرة تانية كمساعد ولكن الهولندي هندريك ديونج هيقود أول مباراة له مع بلاتينيوم أمام النادي الأهل ومن ثم مؤكد ان هو هيبقى لديه افكار جديدة هيحاول يطبقها كمان اللعيبة بتاعته هتحاول قد ما تريد ان هي تؤدي اداء متميز عشان كل لاعب يظهر نفسه امامه ديله فني جديد وده بيضيف صعوبة على صعوبة هذه المباراة طبعا بلاتينيوم حاليا بيحتل المركز الاخير في المجموعة زي ما انا شرحت لحضراتكم وقلت لكم نجم السحيل 6 الاهل 6 الهلال 6 بينما بلاتينيوم بدون نقاط انما فيما يتعلق بموقف بلاتينيوم في الدوري الزمبابوي فبلاتينيوم الحقيقة لا يحقق نتائق قوية في الدوري بتاعهم نارضة زيسكو يونايتد داد دوري زمباني اسف لان اسف بلاتينيوم انهى الدوري خلاص الدوري خلص هناك وبلاتينيوم هو بطل الدوري بلاتينيوم هو بطل الدوري ومن ثم لا مجال على الإطلاق هنا للحوار حول موقفه في جدول الدوري إنما زي ما أنا قلت هذه المباراة مش هتكون مباراة سهلة إطلاقا والأهلي أكيد عارف الكلام ده كله ومرتب أموره على هذا الوضع تماما طبعا هنا لقطات لبلاتينيوم في الدوري الزمبابوي قبل ما يحسم فريق بلاتينيوم الدوري ويعتل القمة ويحصل على بطولة الدوري هناك بلاتينيوم من الفرق اللي لديها الشعبية طيبة ولكنه هو فريق إقليم يعني فريق مدينة صغيرة وليس فريق عاصمة يعني ما هواش الأهلي أو الزمالك لكن ملعبه ملعب إلى حد ما ليس بالملعب الفاخر ولذلك هو الأهلي فضل أن يستنى في هراري ويدرب على ملعب ستاة زمبابوي الدولي لأن الأرضية بتاعته جيدة الملعب اللي هنشوف في يوم السبت إلى حد كبير من الملعب اللي احنا اعتدنا عليها في إفريقيا الأرض اللي هي ما هياش مستوية 100% وبالتالي الكورة على الأرض ما بتبقاش محكمة أوي إنما الأهلي لديه من القدرات والإمكانات واللاعبين أصحاب المهارات أنهم يطوعوا هذا الأمر بمشيعة الرحمن أتمنى ونتمنى جميعا أن لا يستفيق بلاتينيوم على حساب النادي الأهلي إن شاء الله